اللي جاي ده بقى واحد من اعظم لاعبي كرة القدم في اوروبا واحد من اللاعبين اللي عدوا على فرق عظيمة جدا هقولك اسماء الفرق وهتفتكروا عطول اول ما يقولك اسمه يعني عد على تشيلسي برشلونة ليبربول اندوبين وعدد كبير من الاندية الاخرى لاعب وسط حريف مهاري عنده سروقات حلوة بيدفع حلو بيهاجم حلو وبيصوب بشكل رائع جدا ولعب هولندي انا بلعب معاك اهو بلعب معاك اهو عبال ما دخلوا معايا على طول دلوقتي لعب في برشلونة لعب في تشيلسي لعب في ليبربول لعب في اندوبين واحد من اللاعبين الكبار الكبار في اوروبا بودوين زندن نجم ليبربول وبرشلونة السابق وايضا شيلسي واندوبين والمدير الفن السابق ايضا لنادي اندوبين الهولندي معايا الان عبر سكايب مساء الخير يا فندم شرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا على مقدمتك الجميلة وعلى استضافاتي معكم اليوم شكرا على المستوى الشخصي على مستوى مزيع هذا البرنامج انا واحد من عشاقك واحد من عشاق طريقة لعبك عشت معاك فترات طويلة وكنت اشجع الفرق اللي انت بتلعب فيها كمان حسنا هذا رائع انا اشعر بالفخر لان هذا المديح جاء منك لي انا سعيد جدا بمتابعة كاليش وهذا ما تعلمت في الكرة الهولندية فكثير من الناس بالفعل يحبون هذا الاسلوب من لعب كرة القدم بالتأكيد اول سؤال ليا ايه احسن فترة في حياتك الكروية ايه افضل فريق اشتغلت معاه ايه افضل مرحلة انت فخور بيها بتستمتع بيها لما بتستعيدها مرة اخرى حسنا انه سؤال صعب واختيار صعب لاصنعه لاني كنت محظوظا ان العب مع هذه الفرق المختلفة في الدوريات المختلفة وان انجح مع كل فريق فبالتالي اذا اردت ان اختار فسيقول هو اقدم مكان فساقول بارشلونا تاريخ النادي وجهزية النادي وفلسفة الفريق في هذا الوقت وايضا الاستاذ الكبير بمئات الالاف من المتابعين فبالتالي والامر كان رائعا ان افوز معهم بالدوري كان يوجد بعض الصعوبات ولكن هذه افضل افضل الفترة افضل الفترات التي مررت بها كنت سعيد انني لعبت مع كل هذه الاندية تحديدا بارشلونا اي من زملائك تتذكرهم بشكل جيد الزملاء اللي اشتغلت معهم ولعبت معهم واستمتعت باللعب معهم في بارشلونا تتذكرهم وتستمتع ان انت لعبت بجوارهم بالطبع انا استطيع ان اذكر الكثير منهم حارس المرمى كان حارس مميز وفي خط الدفاع كان لدينا نادال وسيرجي وفرانك ديبور بالطبع وفيليب كوكو بيب كوارديولا شاوي ايضا كان شابا وكان لويس انريكي الذي عاصرته ايضا في باريس سان جرمان كان لدينا العديد من النجوم كباتريك كليفر ريفالدو لويس فيغو الكثير من اللاعبين القيدين في هذا الوقت في النادي بالطبع كان دائما من الرأي ان اتذكر هؤلاء الاسماء هذه الاسماء اشتركوا في القناة